أنه أمر حتمي وإلزامي على إجلاء الرعاية الأجانب الذين لا يزالوا في قطاع غزة لأن هؤلاء الرعاية الأجانب جميعهم هم أصدقاء للفلسطينيين كذلك فإن اليابان لديها نظام طارق لتقديم المساعدات الإنسانية حيث قمت بتخصيص عشرة مليارات دولارات للأشخاص في قطاع غزة لتقديم هذه المساعدات وليابان تخطط لتقديم المساعدات بناء على الاحتياجات على الأرض بطريقة فورية وفي هذا السياق أود أن أصلت الضوء على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية لكل شخص ولهذه الغاية فإن مصر لعبة عظيم الدور ودورا أساسيا وسمعت إلى أن هناك شاحنات تحمل المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى قطاع غزة في هذا الصباح للمرة الأولى منذ بداية الأزمة الحالية أن اليابان ترحب بهذه المبادرة كتنمية حقيقية على الأرض وهذا سوف يسهم في تحسين الوضع الإنساني على الأرض وكذلك نسمي جهود من عملوا بجد لفعل هذا كذلك ومع التعاون عن كسب مع مصر علينا أن نتعاون مع المنظمات الدولية والجهات الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية بأقصى وأقرب وقت ممكن إلى غزة كذلك أود أن أعارج على رؤية الطويلة الأمد لليابان كما ذكر آنفا فإن الأحداث الإرهابية التي اتكبتها حماس والآخرون يجب شك بها ونكرانها في الوقت نفسه فهذا يمثل حقيقة أننا علينا أن نستمع إلى أصوات الأشخاص في العالم لإدانة هذه الأفعال وهذه رسالة تذكرة للأشخاص وكذلك دفع بعملية السلام كدما في الشرق الأوسط بدءا منذ 30 عاما ترجمة نانسي قنقر